اشتركوا في القناة بعد ما رسلوا رقم بطاقات الوطنية ديالهم للرقم 12 اذا كان تقريبا شي اربعة انواع من رسائل نصية كان رسالة اللولة ديال تم تسجيل طلبكم بنجاح هاد رسالة هادي كيتوصلوا بها الناس اللي عندهم رقم بطاقة الوطنية صحيح صيفته مكتوب هو هاداك وكذلك رقم الهاتف هو نفسه ما تبدلش اللي استلموا به الدفع الاولى والتانية واللي تسجلوا به في اول مرة اذا هذا بنسبة الرسالة الاولى اللي كتجي للناس بعد ما كيرسلوا الرقم البطاقة هنا رسالة التانية هو انه كيجي تم تسجيل طلبكم بنجاح وكذلك كتجي معاها واحد من بعد ما كتتوصلوا بهذه الرسالة بشي تقريبا دقيقة او دقيقتين او خمس دقائق كتجي واحد رسالة اخرى فيها لقد سبق تقديم طلب بواسطة هذا الرقم الهاتفي يعني راكم تسجلت وخلي يجي هاد هاد المساج هادا صافي راه مقبول راه الطلب دياله تسجل غير هو راه صيفة جوز المرات يعني تسجل جوز المرات عندك شي بش كي يقولولو لقد سبق تقديم طلب بواسطة هذا الرقم الهاتفي يعني ما شي مشكيل وخاي يجي هم هاد المساج الناس ما يخافوش صافي راه هم سجلين غير هما صيفة جوز المرات او ثلاثة او اربعة المهم هادو عندهم حتى شي اشكال غاد يمشيوا يعني المساج ثالث او الرسالة الثالثة اللي توصلوا بها الناس هي رقم الهاتف لا يتطابق مع رقم البطاقة الوطنية المرجو تصحيح المعلومات راها الرقم الهاتف اللي صيفتو بيه را ما شي هو اللو اللي تسجلتو بيه يعني راكين واحد الخطأ يعني المرجو تصحيح المعلومات اما انكم خاط رقم الهاتف هو هادك ورقم بطاقة غلط او العكس او ان رقم بطاقة غلط ورقم الهاتف او عفوا رقم بطاقة صحيح ورقم الهاتف هو لي غلط يعني سكم تأكدو من المعلومات عاد صيفتوها ما فيها بس الى تحققتو من رقم بطاقة مرة وجوجو ثلاثة عاودوا وراجعوهم بزافت المرات عاد صيفتو ديرو ارسال المساج رقم بطاقة نقلوه كيم ما هو كيم ما ورسكم في الفيديو السابق هو اللي تكون تحت صورة مباشرة فيه يعني حرف او حرفين كيكونوا ماجيسكيل مكتوب كبار كنكتبوهم كيم ما هو ما متبوعا بالارقام ارقام كتكون على حساب كل واحد كيلي عندو ثلاثة كيلي عندو جوج كيلي عندو اربعة المهم كتكتبو الرقم بطاقة كيم ما هو وره ما كينش ليس باس ما كينش يعني الفارغ نهائيا رقم تسلسولي بالحرف متبوعين بالارقام غديمشي بالنسبة يعني النوع الرابع عفوا مشي تالت اللي توصلوا به من المساجات اللي توصلوا بهم الناس كينا تفيد المعلومات المدلة بها انكم لا توجدون ضمن لائحات المستفيدين السابقين يعني هاد المعلومات او رقم بطاقة اللي صيفتو راه كي يعني كي دل بانكم راكم مشي معا اللائحة اللي استفدس من قبل يعني لا داعي انكم تصيفتو يعني اما انكم مستفتوش من الولا وتانية مستفتوش مرات او انكم مستفتوش مرة نهائيا ربما الناس ديل هاد المساج يكونوا اللي عندهم فطار المعالجة او اللي ربما ما تسجلوش نهائيا في الاول المهم كي يجيهم هاد الرسالة هادي توفيد المعلومات المدلة بها انكم لا توجدون ضمن لائحات المستفيدين السابقين اذا هادو لا داعي انهم يصيفتو مرة اخرى راه مرفوض لهم طلب ديالهم كان الحالة الاخيرة هو انهم كان بزاف ديالناس ما كي يجيهم احتشي ميساج يعني ما كيردوش عليهم هاد الناس هادو كنقول لهم اه ما عليهم اللي يتسنوا يتسنوا هاد النهار كامل اه وغدا في صباح الى ما توصلوا اه بحتشي ميساج نهار كامل غدا في صباح يعاودوا يرسلوا ما فيها بس ولحقاش الخط ديال 12 ناشر عليه واحد الكتائد هاد كبير بزاف اه يعني هاد الشي اللي كي يمنع انهم اه باش يعاودوا يجاوبوا كل شي راه بزاف كي يجاوبوا شوية بشوية وهدا ما تيعنيش بانه راه كامل اللي جاهم تمات سجيل طلبكم بنجاح حرا هم مقبولين غادي شدوا يعني الدفعة الثالثة ولي ما جاهم شرا هم مرفوضين بالعكس كي ما اشتوا في الدفعة في اول تسجيل ديال طلبات في الاول شا من واحد جاه تمات سجيل طلبكم بنجاح ولحد الان ماذا لماش تتشي حاجة وكي لي ما جا احتشي ميساج والسالم الدفعتين مهم هادك غير هادك الميساج ديال تمت سجيل طلبكم بنجاح تطمنوا الناس يعني راه الميساج ديالكم راه وصل والمعلومات راه صحيحة هذا هو الهدف ديال هاد الميساج هذا والناس اللي ما زال ما توصلوا بتشي حاجة ما لهم إلا يتنى ويتنى ودنهار كامل وإلى ما جاهم حتى شي ميساج وما زال عندهم الخميس والجمعة حتى هو كامل حتى المنتصف الليل يقدروا يعاودوا ويصيفتوا مرة أخرى فهدشي اللي كان مشاهدين الكرام كانت منه أنني كنت وفقت في الشرح ديال هاد الميساجات اللي توصلوا بهم الناس اليوم بعدما صيفتوا رقم البطاقة الوطنية للرقم 12 12 كانت منه التوفيق والجامع وكانت منه أن كل شي كل شي الناس اللي صيفتوا تقبل طلبات ديالهم ويستالموا الدفعة الثالثة ان شاء الله وشكرا لكم على المشاهدة وبسلام عليكم الى فيديو آخر الى اللقاء